كان في محاكمات محاكمات محكمة أمن الدولة العليا الشهيرة بسوريا هي سيئة الصيط أيها وانا كوني كنت من أوائل المعتقلين بدأت المحاكمات كان مضيان عليه أكثر من عشر سنوات وفي نص القانون موجود انه ان لم تحرك الدعوة العامة ضد المتهم خلال فترة عشر سنوات تسقط بالتقدم فأنا سمرت محاكمتي وقت اللي بلشت المحكمة كان صلي دعشر سنة بالسجن سمرت المحكمة سنتين حتى صدر حكم بسقوط التهم بالتقدم وطلعت شخصيا حتى بالمدة الزمنية الشبه إلى هذا الحد بينك وبين حالة صديقك البطل الآخر في الرواية حتى في المدى هلأ في فرق بيني وبيني هلأ تعطي نسبة التشابه بين كل ما حصل لك وما حصل له هلأ فيه تطابق بالوقائع تطابق تطابق بالوقائع أيها بالتعذيب كذا مو بس أنا وياه يعني كل من مر بتجربة تدمور يعني نفس الظروف نفس التعذيب نفس الأشخاص نفس السجانين نفس مدير السجن نفس مساعد الانضباط كله الخروج من المعتقل كيف كان شعرك وما أول ما أردت أن تفعله بعد ذلك أنا كنت مقرر كنا عم نحكي عن الأحلام الصغيرة أنا أول شيء اللي لازم تفعله أن نروح على الحمام حمام السوق حمام السوق الشهيرة في سوريا حمام السوق يعني حمام السوق بسوريا ما أعرف أنه في البلدان الثانية نفس الشيء نعم بقدموا لخدمة هاي الخدمة لخمسة نجوم يعني بمعنى أنه فيه مليف واحد بليفك وفيه مثل بتركية يعني نعم حمام تركي هو اسمه الحمام التركي يعني نعم أنه أنا روح بمعنى أسترخي بجو الحمام الحار والمياه السخنة وأنه استرخي على بلاط الحمام بس يمكن لما يصير المراد موجود بيبطل مرغوب ما عده أطلعنا بتبطل أولويات طبعا في حالة عدم تصديق بظلينا يعني حالة عدم تصديق حتى صرنا خارج سوري السجن احنا طلعنا خمسة سواء خمسة كنا محكمين بالتقادم يعني واصرنا بالشارع وشوفنا في حالة أنبيهار كمان بس ما بيكون في سعادة حقيقية بالبداية ربما يعني بيكون في سعادة حقيقية في حالة تعويم 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 بمعنى أن طايف أنت ما عم تحسين تحدد حاسيسك ومشاعرك بالضبط بعدين كيف تصرفت وكيف قررت المغادرة مغادرة إلى أين مغادرة سوريا نهائيا بعدها بعدها بعشر سنوات بعدها بعشر سنوات لماذا ما كان احنا كنا ممنوعين من السفر بالضبط فعندما سمح لك يعني لماذا قررت أن تسافر كأن تطلع القوقعة وما في يعني ما تطلع القوقعة طالما أنا موجود بسوريا بس هالشي كله انعكس بمعنى على بمعنى أو بآخر على هويتك أو على انتمائك لا لا ظلت نفس تعلقي لم ينعجز لا لم يعينك ولحد اللي أنا متعلق بشكل مرضي بسوريا يعني